استقبل رئيس مجلس الشيوخ المسشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسة مجلس الشيوخ بغنية الاستوائية والوفدة المرافق لها وخلال اللقاء أشهد رئيس مجلس الشيوخ بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين لدعم التعاون الثنائي من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بغنية الاستوائية أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية هذا وقام الجانبان بتوقيع مذاكرة تعاون بين مجلسي الشيوخ بالبلدين كما وفقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين